لا أؤمن بشيء يتكلمون عن الله وعن الخالق يعبد البعض القرادة يعبد الناس المال في هذه الأيام من يثبت أنه أرسل النبي؟ كيف يثبت ذلك بنفسه ويحاول تنوير الناس بالدعاء معرفة كل شيء؟ أعتقد أنك تبحث عن النبي في المكان الخاطئ هذا ما أقوله لك كل شخص سيضيف تفسيره للأمر دعني إذن أعلن نبوءاتي إن قلت إن النبي ينبغي أن يلول الناس فدعني أعلن نفسي لا ينبغي له ذلك يمكنني أن أثبت ذلك بمثال أيمكنني تحميل هذه المناقشة على يوتيوب؟ لا مشكلة ولدت هنا لكنني أعيش في إنجلترا منذ عامين جئت إلى هنا لرؤية أصدقائي بعد الوباء لأنني لم آتي إلى هنا منذ فترة طويلة أحلم بالحصول على عمل في إنجلترا بما تؤمن؟ أنا ربوبي أحترم الأديان كما أحترم أي شخص يؤمن بأي شيء ينبغي أن يحترمني الناس بنفس الطريقة أعتقد أن الغاية الأساسية من الأديان هي السيطرة على الناس في النهاية يقال إن هناك جنة وجحيم أعتقد أن هناك جانبا آخر لكنني لا أعرف إذا كان الجميع سيكونون في نفس الجنة أو سيحترقون في نفس الجحيم يعاني كل شخص في هذا العالم من عواقب أخطائه بطريقة ما تتشكل حياة المرء على هذا الأساس على سبيل المثال لا أذهب إلى المسجد للصلاة لكنني أتحدث إلى الخالق أحاول أن أحترم جميع الطوائف بقدر ما أستطيع وهذا هو المهم سأعطيك مثالا ترعرعت مع مسلمين حيث يذهب الناس للصلاة عندما يأتي رمضان يصوم الناس لكنهم لا يحترمون الآخرين يحاولون أن يغشوا ويقولون الأكاذيب كل هذه الأشياء من الكبائر في نظر الله هل تركت الإسلام بسبب أخطاء الناس؟ لا هذا ليس السبب لم أعتبر نفسي أبدا منتميا إلى أي دين إذن لم تؤمن بشيء منذ طفولتك لا أؤمن بشيء يقولون الله يقولون الخالق يعبد البعض القرادة معظم الناس يعبدون المال الآن إذن تؤمن بخالق بما أنك ربوب؟ أريد أن أسألك ثلاثة أسئلة تتعلق بالربوبية السؤال الأول أتعتقد أن الخالق الذي تؤمن به هو كائن يعمل بشكل منطقي؟ إن فعل فسيعمل بشكل منطقي نعم لنفترض أنك فتحت متجرا للتحف سنحتاج إلى أن نيره ونوظف مرشدا يعمل فيه صحيح؟ بتأكيد لماذا؟ لأنه من غير المنطقي فتح متجر بشكل غير مكتمل من الضروري توفير شرح لهذا المتجر لذا باستخدام نفس المنطق أود أن أسأل عن الكون عندما نفتح متجرا للتحف وفقا لمنطقنا سنوظف مرشدا فيه ونخبر الناس عن البضائع ونضيء المكان وبشكل مشابه خالق الكون أي الله حدد هذا المكان هل يمكن أن لا يرسل نور النبي الذي سينور هذا المكان؟ هل هذا منطقي؟ في الواقع دعني أقول ذلك تقول إنه يوجد نبي أليس كذلك؟ بشكل منطقي لأنه حتى هذا المكان لا يمكن فهمه من دون مرشد وإضاءة كيف يمكن فهم الكون من دون مرشد أو نور النبي؟ لقد اتفقنا سابقا أن الخالق منطقي ويتصرف بشكل منطقي انظر لا يستطيع الناس أن يفعل ما يريدونه بسبب إيمانهم الأعمى وجهلهم نتيجة لذلك يواصلون حياتهم بمشاعر مكبوتة أعني يتكون العالم من خيال الناس أرى أنه مجموع أحلام الناس علينا في الواقع أن نكون مرشدين لأنفسنا ولمن حولنا في هذا العالم ولأولئك الذين في حياتنا الخير والشر نسبيان لكن في حال التعميم أعتقد أن الطيبين في هذا العالم من واجبهم أن يكونوا مرشدين للآخرين أحاول أن أكون طيبا مع الجميع بقدر ما أستطيع لكن دعني أكمل طالما أنور محيطي فسيتم تنوير الناس بطريقة ما وبدورهم سينورون محيطهم لكني سأسألك لا يمكن تقديم شرح عن القطع الأثرية إلا من قبل شخص يعرف عنها فعلى سبيل المثال قد توجد تحفة بقيمة 100 مليون دولار إن لم يخبرنا بذلك شخص يعرف قيمتها الحقيقية فقد أقيمها بمبلغ 100 دولار ما لم يكن هناك نبي أرسله الخالق نفسه سيضيف كل شخص تفسيره الخاص دعني أعلن نبوءتي إذن أعتقد أنني أنور محيطي هذا مؤكد أعتقد أنني شخص طيب ومتعاطف لن تصدق إن أخبرتك بهذا لكنني أعتقد أن هناك رابطا مختلفا حقا بيني وبين الخالق أفكر كثيرا عندما أكون وحدا حسنا أتدعي أنك نبي وتريد إعلان نبوءتي لا لكنك إن كنت تقول إن النبي عليه أن ينور ما حوله فدعني أعلن نفسي أنا أقول لك لا ينبغي له ذلك لكن أولا أعتقد أنني أنور الناس من حولي كيف يثبت ذلك بنفسه ويدعي معرفة كل شيء ويحاول تنوير الناس حسنا لنناقش هذا الآن رائع كنت تتطلع إلى هذه النقطة ما أعنيه هو هذا لا يمكن لمن وهبنا المنطق أن يتصرف بطريقة غير منطقية أجل بالتأكيد بالطبع هناك منطق لا أشكك في ذلك ولا أبحث عنه لأي شيء يتطلب الكثير من التفكير لا يمكنك فهمه وإلا ستصاب بالجنون ليس ذلك لكنني لا أعرف هذا المنطق لا أقول إنه لا يوجد منطق المنطق الأساسي هو هذا يجب أن يكون هناك شخص ما يشرح ما يحدث هنا من أين أتيت لماذا أرسلت إلى أين سأذهب ما هو الغرض من خلقي أحتاج إلى تنوير يشرح لي أكثر الأسئلة جوهرية النور النبوي الذي سيوضح لي معنى الكون والذي سيرشدني ويجيب عن أسئلتي وجود نبي اختاره الخالق بنفسه ومنحه المعرفة أعتقد أنه لا بد من وجود نبي وإلا بما أننا اتفقنا على أن الخالق منطقي سيكون هذا غير منطقي عدم إرسال نبي أليس كذلك؟ ما تقوله يبدو لي غير منطقي بعض الشيء أعتقد أنك تبحث عن النبي في المكان الخاطئ دعني أقول لك وقتي محدود قليلا حسنا سأطرح سؤالين آخرين لكن لا تظن أنني أتهرب لكن وقتي محدود سؤالان آخران فقط سؤالان آخران حسنا السؤال الثاني أتؤمن أن هناك جنة وجحيم بعد الموت؟ أريد أن أؤمن بذلك آمن أن يكونوا موجودين نحن بالتأكيد لن نأتي إلى هذا العالم عبثا ولا نولد ونموت عبثا سيكون ذلك غير منطقيا أريد أن يكون هناك حياة بعد الموت حسنا سأسألك هناك أسألك ما ربما ليست جنة أو جحيما لنقول أنني أعرف نعم حسنا سأسألك هذا يا أخي إن كان هناك خالق ومكان كجنة أو جحيم إن كان هناك مكان نذهب إليه بعد الموت فبناء على أي قاعدة وقانون سيحاسبنا الخالق من دون تحديد الصواب والخطأ كيف سيقرر إدخاننا الجنة أو الجحيم ذلك ليس منصفا أليس كذلك أعتقد أن أكبر خطيئة هي إذاء الناس ومضايقتهم ففي النهاية جميعنا عباد الله إن كنت لا تحترم شخصا خلقه الله حتى لو كنت لا تحترم نفسك أساسا أعتقد أن عليك أن تحترم الآخرين عدم احترام الناس مضايقتهم جرح مشاعرهم كلما زاد عدد الأشخاص الذين تؤذيهم في حياتك زاد احتمال دخولك مكانا يسمى الجحيم كنت لأحكم على هذا النحو لكن هذا هو السؤال الثالث إن لم يعطينا الخالق معايير حكم من خلال النبي فكيف سأفهم ما هو الخير والشر سيكون مفهومهما شخصيا ليس كذلك هناك كتب لكل دين كالتوراة والإنجيل لكنك لا تقبلها أنا لا أقبلها لكنهم يقبلونها بحسبها يتفقون على ما هو خير أو شر وما تعلمه من أهلهم ليكونوا صالحين أو شر ما هو الخير والشر في الواقع في الواقع بحسب إيمانك كما قلت جرح مشاعر الناس مضايقتهم أكبر خطيئة وفقا لأي معايير تقول إنها خطيئة لكن وفقا لماذا ما عشته في الحياة الخاصة أي عندما كنت أرتكب شيئا خطأا أو ضايق شخصا حدثت لي أشياء كثيرة تغيرت كثيرا في السنوات الخمس الماضية اختبرت أشياء كثيرة لا أستطيع شرحها على سبيل المثال حسب رأيك يمكنني أن أقول شيئا مختلفا تماما حسب تجربتي يمكنني أن أقول أن إيذاء شخص ما هو شيء جيد لأنه يمنح هذا الشخص خبرة وبالتالي أن لن يختلق كل فرد دينه الخاص حسب أي قاعدة سيحاسبنا الخالق هل هذا منصف في رأيك؟ كما قلت هناك آراء مختلفة يؤمن الناس بأديان مختلفة كل كتاب يقول شيئا مختلفا تربية الإنسان وثقافته تتشكلان بشكل رئيسي على أساس الدين لكنك لا تقبل الأديان أجل لا أقبلها إذن فأنت تحدد بمنطقك الخاص حسنا سأقول إذن إنني لا أعرف ما هو الصواب لكن الخالق كما قلنا يتصرف بشكل منطقي وحكيم أنت تؤمن بالجنة والجحيم بناء على ذلك ينبغي أن يضعنا في الجنة أو الجحيم وهذا يعني أنه يجب أن يرسل كتابا ونبيا إذا كنت تبحث عن مرشد فيمكنك أن تكون هذا المرشد أعتقد أنه يكفي بالنسبة لك أن تعتقد ذلك إن كنت لا تفعل شيئا صوابا فهذا هو الصواب تعرف ذلك وتشعر به داخلك إن كنت مؤمنا حقا فأنت تعلم إذا كان ذلك صوابا أم خطأ إن كنت تعلم أنه خطأ وفعلته عمدا فستعيش مع الألم في هذا العالم كما لو أنك تحترق في الجحيم لكن كما قلت هذه فردانية أجل إنها فردانية لكنها يجب أن تكون موجودة وإلا سيكون العالم متماثلا بالكامل سيكون هناك دين واحد بلد واحد نفس معايير الصواب والخطأ هناك كائن واحد فقط يعرف هذا النظام إنه الخالق أو كما تسميه الله والناس ينورون أنفسهم يحتاج هذا المكان إلى مرشد المنطق يكمن في هذه النقطة وهب الناس عقلا لرؤية ما إذا كان بإمكانه متمييز إننا لن نستطيع التمييز هذا يعني أنك ستهلت إذن ليس هناك عدلا أعتقد أنني أستطيع التمييز بين الصواب والخطأ على سبيل المثال روبين هود يعتمد على الزمن الذي تعيش فيه سرق من الأغنياء وأعطى الفرح إذن هل هو جيد أم سيء في هذه الحياة هناك بعض الأشخاص الذين يفعلون أمورا سيئة للغاية لن أهتم إذا ماتوا لن أنزعج حتى إنها جريمة قتل إذن ليست جريمة قتل لا أقتل هذا رأيي فحسب إلا إذا فعلتها إن اعتبرنا ذلك عملا صالحا فأي استنتاج هذا أنا أكد من أنه سيفعل شيئا سيئا من لا يملك القدرة على فعل الخير سيفعل دائما أشياء سيئة ألن يسبب ذلك فوضى لا لن يتسبب أتعتقد أن الخالق يريد ذلك لا أحد بما في ذلك الخالق ينبغي أن يضع أي قواعد سيحصل على ما يستحقه يومنا إذن تقول إن القتل جيد في رأيك لو تكلم الجميع هكذا فيتعلق الأمر بالقتل بل بحصول الفرد على نصيبه من العقاب دون أي تدخل خارجي هذا ما أقوله هذا استدلال شخصي بما أننا نعيش في مجتمع يمكنك أن تعتبر شيئا ما جيدا أو سيئا لكن لن نتمكن من العيش معا لأنه لن تكون هناك أرضية مشتركة قلت إننا سنذهب إلى مكان بعد الموت يجب أن تكون هناك قاعدة حتى يذهب الذين يفعلون الخير إلى هنا والذين يفعلون الشر إلى هنا كيف يمكن تحديد الجنة والجحيم وفقا لاستدلالات فردية إن قرر الناس ما هو الصواب والخطأ بأنفسهم فسيقول كل شخص إنه كان صالحا والجميع سيدخلون أنفسهم الجنة هل أنا مخطئ؟ لم يذهب الجميع إلى هناك يعتقد الجميع أنهم سيذهبون لكنهم يعتقدون أنهم صالحون ألا يجب أن تكون هناك قاعدة؟ هناك قواعد معينة في العالم هناك أشياء صالحة وأشياء سيئة إذا كان لديك خمسون شيئا وتناقشنا إن كانت سيئة أم جيدة أنا متأكد من أنه سيكون هناك شيء مشترك بينها خمسة أو ستة على الأقل لكن انظر كيف تعرف أن هذا الكتاب الذي تم إرساله لم يكتبه شخص ما وأن نبيا شخص أعلن نبوته لم يكتبه وإنما خدع الناس كشخص مخادع للغاية يمكنني أن أثبت ذلك بمثال في سورة الروم في القرآن جاء في الآيات الأربع الأولى أعوذ بالله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين تستمر السورة وتتحدث عن الحرب بين البيزنطيين والفرس هزمت الامبراطورية الرومانية في أرض قريبة لكنهم بعد هزيمتهم سينتصرون قريبا بعد بضع سنين إنها حرب حدثت في ذلك الزمن عندما نزلت الآيات السابقة هزم البيزنطيون هزيمة كبرى لدرجة أن الجميع اعتقدوا أن عصر البيزنطيين انتهى لكن عندها عندما اعتقد الجميع ذلك أنزلت الآيات أعلاه في غضون تسع سنوات سينتصر البيزنطيون أي أنه قدم معلومات مستقبلية واندلعت حرب مرة أخرى بعد تسع سنوات وهزم البيزنطيون الفرس انتصروا إذا كان هناك من يتنبأ بالمستقبل بشكل صحيح فقد أرسله الخالق لذا أقول إن القرآن على حق أعرف المسيحية إلى حد ما كما أعرف الإسلام ذهبت إلى الكنيسة وأشعلت شمعة هناك وذهبت إلى المسجد وصليت كلها أعمال عبادة حسب إيمان المرء أنا أخبرك لا أصلي ذهبت إلى المسجد وصليت جربت ذلك لكني أتحدث إلى الله إن كنت تفهم قصدي أحترم العباد الذين خلقهم الله ربما لا أعبده لكن تأكد أنها طريقة عبادة بالنسبة لي خضنا نقاشا جيدا لكن كما قلت لك وقتي محدود آمل أني لم أكن فضا معك كانت مناقشة جيدة قد يحتدم النقاش في بعض الأحيان لكن هذا أمر طبيعي أنا مستعد للإجابة على أي سؤال كلما كان لديك سؤال وتريد البحث والتساؤل مرة أخرى يمكنك التفكير في هذه الأسئلة كما قلت يتصرف الخالق بحكمة من خلال إرسال مرشد إلى مكان الاختبار وإرسال النور وكما قلت وجود الجنة والجحيم وإمكانية التحدث عن خالق عادل يضع لنا قواعد معينة ووجود كتاب ومرشد ليمكننا من التمييز بين الخير والشر أريدك أن تفكر في كل ذلك وكما تحدثنا عن آية من القرآن يمكننا التحدث عن عشرات الآيات الأخرى لكنك قلت إنه ليس لديك وقت نعم للأسف أنا مستعد للإجابة عن أسئلتك متى فقيتني هنا لفترة طويلة أظن أنكم تواجهون الصعوبة في العثور على أحد من الجيد أنك أتيت واجهنا بعض الصعوبات فيه من دواعي سروري سعيد بلقاء كان تجربة جيدة بنسبة لي إنها مقابلة الأولى على اليوتيوب حسنا اعتني بنفسك إلى اللقاء مرحبا إخوتي وأخواتي وشكرا على مشاهدة الفيديو إن أردتم مشاهدة المزيد من هذه المقاطع يمكنكم مشاهدتها من قائمة التشغيل التي على اليمين أو يمكنكم مشاهدة آخر مقطع على اليسار لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بقناتنا حتى نتمكن من نشر الفائدة إلى اللقاء شكرا